اشتركوا في القناة القرآن العظيم سبب عزكم القرآن العظيم سبب نفعتكم عباد الله القرآن العظيم لو جعلتموه خلفكم كنتم في ذلة وفي مسكنة لأنه حبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله دينه وقرآنه المجيد في أظهر أقوال المفسرين عار وأي عار أن تدخل الإنكليزية على وجهها كأن ما قد تعلمتها على أهلها ومن ولد راضعين لحروفها وآدادها عار عليك أن تدخل لغة ولغتين وثلاث لغات من لغات الأعادم ولا تستطيع أن تقيم لغتك العربية في جملة واحدة يفهم منك الفاهم بيانة ويسمع منك الفصيح بلاغة عار عليك عار عليك أن تدع سبب عزتك وتتمسك بأسباب دلتك عار عليك فهذا لا يدله إلا على فسولة الرأي ولا يدله إلا على قنص البصير عار عليك أن يكون كتاب الله جل وعلا عندك في بيتك وبين يديه قد علاكم غباب عار عليك أن لا تقبل على كتاب الله إلا إذا أصابتك المصيمة وإلا إذا ألوي منك خلف الظهر الذراع عار عليك أن لا تعود إلى الله إلا إذا مرتك عجز عار عليك أن لا تلتفت إلى لعمة الله عليك عار عليك أن تجعل القرآن خلفك ظهرية ثم لا تنظر فيه مصبحا وممسيا عار عليك أن لا تكون فاقعا لسورة قصيرة في كتاب الله جل وعلا عار عليك أن لا يقوم لسانك بكلام ربك جل وعلا عباد الله ينبفي علينا أن نفير وينبفي علينا أن نكون عاقلين ينبفي علينا أن نكون واعين لأننا إذا لم نحرص إذا لم نحرص على صالحنا نحن فلن يحرص على صالحنا أعداءنا وإذا لم نحن أعراضنا نحن فإنه لا ينتظر من أعداءنا أن يصون أعراضنا وإذا لم ندافع عن ديننا نحن فإن الله جل وعلا لن ينزل نصراتا من السماء إلا إذا استبدلنا وأذهبنا ظاهرا وباطلا وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إلى متى ضياعكم إلى متى خلوعكم إلى متى جلكم إلى متى قعودكم إلى متى رقودكم إلى متى هذا السباة عباد الله والقرآن المجيد يقرع آدان القلوب في الصباح وفي المساء وما من مجيد والنبي يشكوكم إلى ربه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تفقه في كتاب الله ولا تدعوا يوما يمر من غير أن تنظروا في القرآن العظيم